لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة بطل امريكا الشمالية او بطل مكسيك وبعديها هتكون مباراة مهمة جدا ريفا بلات هيلعب بالعين الاماراتي وهتكون في مدينة العين نروح نتفرج عاماتشين ان شاء الله وبعد بكرة ان شاء الله مباراة جميلة نتفرج على كل نجوم ريال مدريد رغم ان ريال مدريد واقع على ايام دي لكن هو مرشح الاقوى الكاس على من اللندية اول مرة هيلعب بدون كريستيانو رونالدو هيلعب ضد بطل اسيا الياباني فريق الياباني وان شاء الله بازن الله ارجع مصر تاني النهاردة حضرت قرعة البطولة عربية اللي طبعا دور التمانية انا بس بداية كده كان فيه ناس من جمهور الاتحاد زيعلان مني مش هفزي علان مني ليه يمكن انا اتكلمت على الاتحاد كهاز جدا حتى الاستاذ محمد صرحي قال لي بشكرا انا اكلمت قلت يعني الاتحاد سكنداري قلت ان اي فريق وصل لدور التمانية يستاهل المكانة اللي هو فيها وان الاتحاد سكنداري يطلع الترجي وطلع الزمالك اذا هو جدير انه يوصل لدور التمانية طبعا بطولة قوية والاتحاد قدم مستويات رائعة قلت كلام حلو جدا لكن ما جيت ارشح مين يوصل للنهاية قلت الهلال وقلت النجم السحلي دي توقعاتي مثلا الهلال هو يعني اقرب لوصوله مورا نهاية لقيت جمهور الاتحاد اللي بيشتم والاتحاد سيدك الكلام ملوش دعوه بكرة القدم نهائيا ولا ولو علاقة بالكرة خالص اولا كابت المتحد شلبي كان بيقدم وانا كنت قاعد مع الستاذ محمد صلحي قال لي النادي الوحيد اللي مش عايزة قبله الهلال كابت المتحد شلبي قبل الستاذ محمد صلحي قال له نفس الكلام وقالها على الهواء مباشرة هل لستاذ محمد صلحي ما يقول لانا مش عايزة قابل الهلال ده بيقلل من قيمة الاتحاد سكندري ده رئيس نادي الاتحاد سكندري بيقلل من قيمته او بيقول هل كده هو خايف وبيقره الاتحاد لا استاذ محمد صلحي راجل رئيس نادي بيفهم في كرة القدم وعارف ان في مستويات في الكرة احنا من دول التمانية بنقول الاقرب المرشحين للفوز بالبطولة هو الهلال ليه؟ لان الهلال عنده امكانيات كبيرة جدا عنده لعيبة اجانب على اعلى مستوى كيفية عندهم جوميز متصدر الدوري السعودي عنده جوميز ده لعيب عالمي وبيلعب في منتخة فرنسا ولعب في الدوري الانجليزي والدوري الفرنسي وعنده اكثر من لعب محترف ولعب برازيلي على اعلى مستوى عنده حرس المرمة لعب في الدوري الانجليزي يعني عنده لعيبة مميزة جدا درجة ان الهلال الملاعب مع الزمالك في ماتش السوبر كان الهلال اقرب بكتير بالفوز بكاس السوبر السعودي وكان هو فرصه اكتر والزمالك رقم متقدمه اتنين صفر الهلال كان ممكن يرجع في المباراة لوقت زيادة شوية ويمكن جابه التعادل بطلع على الكرة اوف سايد وفي النهاية الزمالك قدر يفوز ومباراة قدر صعبة جدا والهلال عنده فرقة تقيلة جدا 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 يعني فما نيجي نقول الهلال والاتحاد وانا قلت الكلام ده كمان على قلت على الورق على الورق ممكن ارشح مسلا الهلال يكسب الاتحاد على الورق لكن كرة القدم لا تعترف بالورق كرة القدم تعترف بالجهد في الملعب وقلت ان قد يكون دوافع لعيبة الاتحاد سكندري ما عندوش فرصة في الدوري المصري هو عايز ياخد يعني مكانة تبعده يعني يكون منطقة الوسط كده يطلع خامس سادس سابع اا لاتحاد سكندري وهو بيلعب على بطولة واحدة وهي البطولة العربية وبيلعب على بطولة كاس مصر بعد ما فاز على سموحها بضرابات الجزاء وبالتالي قد يكون دوافع لعيبة موجودة معهم مدير فني بيوجيد اللعب وتقفل المساحات وممكن جدا جدا تحاد سكندري يطلع الهلال ممكن قد الكرة ملاش كبير بدليل ان هو طلع الترجي وطلع نادي الزماني لكن ما تيجي انت كمحلل وكفني كنت لعيب كرة قديم ما تيجي تقيم بتقول الهلال ولا الاتحاد مين اللي يصل فيه العقل والمنطق يقول الهلال هو اللي هيصل القلب تمنياتي انا كخاذل غندور طبعا تمنياتي ان الاتحاد سكندري يصل وان الشعب الاسكندراني يصل وان جمهور الاتحاد ال 105 سنة هو اللي يفوز هبقى فرحان جدا لكن انت كمحلل لازم ما تيجي تتكلم بتتكلم بعقلانية لان بتتكلم ملايين من الناس اللي بتتفرج عليك وبتخطبك انا متأكد ان جمهور الاتحاد نفسه كان زعلان ان الاتحاد هيقبل هلال كان يأمل مثلا الاتحاد يقبل مثلا الوصل كان يأمل مثلا هو يقابل المريخ كان يأمل ان هو يقابل المولدية كان يعمل هو يقابل يعني فريق اخر غير فريق الهلال. اللي بيمر باحسن حالاته. واللي رغم ان هو اتغلب من فريق صغير اول انبارح اسمه الحزب. اه لكن مازال متصدر للدوري السعودي. وفريق اه قوي جدا ومحترم. فارجوكم كفاية بقى السوشيال ميديا. كفاية واحد يرمي كلمة دخل الغندور ده ابن كذا وبيهاجم الاتحاد. فكله يكون كده وراه. ويقعد يتكلم ويقول لا. النادي الحجسان دالي النادي محترم. والنادي بنحبه ومنحترمه. ما كسب الزمالك كنت انا موجود في قناة ابو زبر رياضية. وقلت الف مليون مبروك لزعيم الصهر وسيد البلد. وده كان كسب الزمالك اللي انا بشجعه والنادي اللي انا لعبت فيه. فارجوكم بلاش الكلام اللي ملوش اي لازمة. والمشي ورا يعني الواحد يقول كلمة ونمشي وراه ونعد نردد ردد. ويكون كمان يا جماعة. المفروض يكون جمهية الاتحاد جمهية راقية. جمهية راقية ومحترمة. عندما نختلف ما نختلفش بشتايم وبتاع. لان انا لا لا اقبل ان انا اشتم بني ادم او اشتم جمهور الاتحاد جمهور عظيم ومحترم. وفي نفس الوقت لا اقبل ان حد اشتني. فبالتالي يا جماعة الاختلاف في وجهات النظر في الكورة. دي اختلاف في الكورة. فاللي حد يقول لي انت لازم تساند اتحاد سيجندري. طب انت من المفترض ان انا اطلع على التلفزيون. اقول مسلا الاتحاد هيلاعب الهلال. ده مرمض مونة مليون في المية. والاتحاد كده كده كسبان. وفرق كبير بين الهلال والاتحاد. والاتحاد عشان انا مصري يعني. ولا انا اتكلم في الكورة. طب نمر اتنين. هو ليه محمد مسلحي? رئيس نادي الاتحاد زعلان وقابل الهلال. المفروض بيقول ولا يهمنا مش فارع معانا. وانا مسلا كابتن متحد شربي او ما يجيه يقول لي قابل القرع او اثناء القرع ما يقول لي يقول لي انا قابل اي حد. البطل يقابل اي حد. لو هو بالمنطق ده يعني. لأ. فارجوكم احنا بنتكلم في الكورة. ما تدخلوش الموضوع في المنطقة تانية. نمر اتنين. اه اللي عايز تتكلم فيه ان زمالك ما قدموش باكلفت دلوقتي غير سيد سالم. سيد سالم خلاص بيتفاوض مع نادي الزمالك وبيحاول ان هو يجيبه. سيد سالم هو الباكلفت الوحيد المتاح دلوقتي. رغم رغم سيد سالم العيب كويس كبير في السن شوية عنده خبرات بيدافع كويس كل حاجة. لكن انا اشك ان سيد سالم ممكن يجي برضو. وعبدالله جمعة هو اللي يلعب برضو. يعني ما فيش تأكيد ان سيد سالم لو جيه يبقى هو باكلفت الاساسي الناد الزمالك. هتلاقى هتلاقى منافسة من عبدالله جمعة. يعني عبدالله جمعة ابتدى يشرب المكان. ابتدى ياخد يعني تعليمات المكان. بيحس بالمكان. فابتدى هيكون منافس قوي جدا. نمر اتنين. اه الناس بتقول ان فين يا جماعة صفقات نادي الزمالك. مرة واثنين وثلاثة. امير مرتضى مصور طلع وقال كلام محترم جدا. نادي الزمالك مش عايز عشرين صفقة. نادي الزمالك مش عايز خمستاشر صفقة. الانتقالات في يناير هتفتح. اه? اه في يناير. وهتقعد اعتقد لمدة شهر. تمام? بتفتح لمدة شهر. فاذا الانتقالات نفسها لسه ما فتحتش. تمام? نمر اتنين. اه ان الزمالك محتاج مكانين. انا على حد علمي الزمالك مش هجيب تلات اماكن. هيجيب مكانين. الزمالك محتاج سرد باك ومحتاج باكلفت ومحتاج راس حربة. المؤكد ان الزمالك هيجيب باكلفت وهجيب راس حربة. او المؤكد انه هيجيب سرد باك ويجيب راس حربة. اللي الزمالك عايزه دلوقتي باكلفت وراس حربة وممكن يأجل موضوع السرد باك خصوصا بعد دخول محمد عبدالسلام في الصورة مع عودة محمود جنش من الاصابة مع وجود محمود علاء ومحمد عبدالغني وهو مطالب الانتنين بس يلعبوا. وبالتالي النحاة التانية عندك احمد فتوح عندك بها مجدي عندك عبدالله جمعة لكن قد لا يكون هناك في عدم قناعة فعايز يجيب واحد فانا شايف برضو ان الزمالك ما يستعجلش في الباكلفت ما يستعجلش في الباكلفت لان الباكلفت بقالها اربع خمس سنين زمالك جرب اكثر من لاعب ولم ينوفق في مكان الباكلفت بعد رحيل محمد عبدالشافي الا في اكتشاف عبدالله جمعة حتى ما معروف يوسف حاولي لعب الحتة دي يعني انا مثلا لو انا مسئول والجونة معدهش مشكلة قولا واحدا حميد احداد يطلع يعارة واجيب باكلفت الجونة وانا مغمض عنها كده حميد احداد هو شخصيا ما عندهش رغبة انه يكمل وحتى الراجل مش مهتم بيه اوي ما بيطلعه برا ما بيروحش يكلمه ده على كلام حميد احداد المقربين منه يعني ان هو عايز يمشي وعايز يروح اعارة يعني عايز يلعب فهو حميد احداد مش مفيد زي احمد مدبولي برضو ما لازم يروح اعارة عشان يلعب خلاص الراجل مش مقتنع بيه فلازم تودي اللعبة دي اعارة وبالتالي اللي انا عايز اقوله ان قولا واحدا لو حميد احداد مشي وباكلفت الجونة الكاميروني يجيه ده ماكسب رهيب اهو ده اكيد يلعب يعني باكلفت الجونة ده اكيد يلعب اساسي طب نروح للرأس حربة اه اه يا كارتن اه النادي الاهلي جاب محمد حمود وجاب اللاعب اه اه محمود وحيد وجاب 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 اه اه وجاب الراسح البك الهاف رايت او الانجولي في اللاعب اول اغسطس انا من وجهة نظر مقناعاتي في الكورة تفكيري في الكورة ان الاهلي بيجيب اماكن مش محتاجة يعني محمود وحيد بيلعب في وجود علي معلول وايمن اشرف بيلعب في الحتة دي وكان عندك صبر رحيل لازم تمشيه وعندك حسين السيد ممكن ترجعه فمحمود وحيد هل في ازمة في الباكلفت في النادي الاهلي لا مفيش ازمة خصوصا مع عودة علي معلول وبالتالي وهذا اللاعب لن يلعب الا في يناير هيكون علي معلول خف او قريدي هو خلاص نزل التدريبات علي معلول دي نمرة احد نمرة اتنين اللاعب الانجولي لا يجيد الا في مركز الوينج رايت اللي هو زي شيكابالة زي مصطفى فتح ايه زي وليد سليمان فاذا اللاعب الانجولي مكانه الاصلي هو مكان وليد سليمان يعني قد يرى البعض ان وليد سليمان كبر قدم اعلى مستوياته فاللعيب ده هيجي اربع سين ونص لسه هيقدم للنادي الاهلي تمام مفيش مشكلة بس ارجنت دلوقتي النادي الاهلي يعني مش هو في احتياج للمكان ده النادي الاهلي محتاج راس حربة وليد ازارو بقى عنده احساس بان هو عايز يمشي ده احساسي ما بقاش يقدي السنة اللي فاتت مرور محسن ابتدى مستويات حسن وانا قلت لكم قبل كده في بس مباشر مرور محسن مظلوم لان اللي ودا كاس العالم هو لظلمه الملعيب يكون مصاب عند روبات صليبي وغد روف ويقعد سنة كاملة بدون لعب كورة ويرجع يلعب مطشين ويقعد احتياطي وليد ازارو يلعب واضمه المنتخب وهو دي كاس عالم ولعبه اساسي انا بصدم اللعب مش اللعب هو اللي ظلم نفسه المسؤولين هم اللي ظلموا اللعب لان اللعب كان محتاج فترة كبيرة جدا للعودة لفورمة المباريات للعودة المستوى لعودة اليقطو البدنية مش سهلة جدا ان انت تقعد سنة بعيد عن الكورة دي حاجة نمرة اتنين كنت معه لستاذ محمد مصلحي فبسألوا يعني عاديين مجموعة كده مع بعض انا والحاجة محمد مصلحي والحاجة عامر حسين وكنا عاديين بنتكلم فكلمنا في فكرة في خبر ان الشيكابالا اه اه جاي لاتحاد فقيل قيل لي ان الشيكابالا ووكيله عرضوا ان هم يجوا نادي الاتحاد السكندري اه الاستاذ محمد مصلحي لم يتفق على لانه كان كتب خلاص اتنين مليون ونص والنادي اليوناني موافق والزمالك موافق وكلام من هذا القبيل فقال لي لأ انا احنا ما اتفقناش انا مقول لو شفت شيكابالا ولا كلمت شيكابالا ولا اتفقت اساسا مع شيكابالا ولا اتفقنا على فلوس ولا اي حجم دي خالص وقال لا انا عايز بس اصالح نادي الزمالك ده كلامه يعني وقال ان هو في احتياج حاليا لمركز الوسط المدافعة محتاج في المكان ده حد فكان بيأمل في استعارة دونجة من نادي الزمالك طبعا نادي الزمالك زعلان شو هاملت حد سكندري عشان موقف رزاق سيسي وداودة نشوف الدوني يراحل فين كابتن حيل ميتولون كمان فدوني يراحل فين لكن هو الاهم بالنسباله هو دونجة اما موضوع شيكابالا لغاية الوقت ممكن تكون قناعات كابتن حيل ميتولون ان هو يضم شيكابالا حتى الان مفيش كلام ومفيش تأكيد على وجود صفقة في انتقال شيكابالا الدوري اليوناني للاتحاد السكندري ده 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 بعض الموجود والمطروح كماعة كتير قوي ناس بتقولي ان انت رحت قناة الزمالك مضيت في قناة الزمالك المستشار المرتضى فعلا قعد معايا وكابتن سماعي يوسف وامير مرتضى منصور واتفقوا معايا على بعض الاتفاقات والغاية دلوقتي انا ما مضيتش في قناة ناس الزمالك وكان عندي رغبة اما قناة تتفتح نمرة اتنين انا عندي قناة اخرى وقناة كبيرة وقناة تالتة وعندي ان شاء الله قناة عربية انا لغاية الوقت بفكر وما اتخذتش قراري النهائي وقراري النهائي مش هيكون قبل نهاية السنة يوم ما امضي في 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 مكان اتمنى يا رب ان شاء الله ربنا وفقني في المكان الجديد اللي انا اروحه لان انتو فعلا وحشتوني جدا وحشني ان انا اظهر معاكم وان شاء الله في برضو في مفاوضات على عودتي لراديو وان شاء الله باذن الله يكون راديو يعني موفق وان انا قادر اعمل شغل في الراديو لو افقت لانا الراديو عندي حاجة مهمة جدا جدا ومش غاية الوقتي مش ناسي الكرة في ملعبك ومهيب عبدالهادي واحمد جلال وينبوع الحنان وابن بطوطة وكان جو جميل جدا عملنا احنا التلاتة في الراديو في شعبي اف ام ان شاء الله ارجع تاني للراديو لان ده عشقي الراديو عشقي يمكن اكتر من التلفزيون كمان وان شاء الله ارجع لكم من خلال التلفزيون باذن الله قريب عايز اقول حاجة مرة واثنين وتلاتة جماعة تعالوا نتناقش دايما بادب وباحترام تعالوا دايما نطلع على ما يقال ثم نقرر الانتقاد ما نقراش عنوين بدون عنوين رنانة وخلاص نشوف المحتوى ونتكلم ونتناقش هو ده العقل هو ده الاحترام انا بنتكلم في النهاية في الكورة مش بنتكلم يعني في علم الزرة ولا بنتكلم ايضا في ان انا اتخنيت معاك وانت اتخنيت معايا وشتمنا بعض لأ احنا بنتكلم في الكورة انت ليك انتماء وانا ليه انتماء انا اعلامي من حق ان انا اتكلم على كل الاندية ساعات انتقد ساعات امدح ساعات على حسب اللقاء اشوف اللقاء حلل لقاء وحش النهاردة مثلا انا بتفرج على ما يصح النادي الاهلي النادي الاهلي حق المراد وهو الثلاث نقاط لكن النادي الاهلي غير مقنع لعبته غير مقنعين في محاولة من بعض اللعيبة يعني اداء النهاردة مملة جدا مبارا مملة جدا يعني غير ممتع بالمرة يعني احلى حاجة فيها فكرة مروان بيأكد عودته برضو تاني حاجة مؤمن زكريا بعد مشكلته تجديد عقده كلام هذا قبيل بيجيب اول جون بعد تقريبا وقت كبير جدا 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 من غيابه عن التهديف الدوري المصري من يناير اعتقد مطش الزمالك كان اخر مطش جاف في جونه بعد كده سافر لها في الاهلي وفي الدوري ملعبش كتير وفي افريقيا وما جابش جون تقريبا اول جون يجيبه وبالتالي برضو دي بيعمل حافز لمؤمن زكريا انه يعود مرة اخرى العيب مهم برضو في الفرقة فبالتالي يا جماعة تعالوا نتناقش بادب واحترام نتكلم في الكورة بكل ادب واحترام بدون يعني خروج عن النص انا فاتح صفحتي يا جماعة على فكرة لكل الناس انا بعمل بلوكات كديرة قوي للناس بتتجاوز بصورة سيئة للغاية انا والله ما بداي اقسم بالله يعني اي حد بيتطاول مش بداي انا بداي عشانه يعني وبشايف ان برضو في ناس عندها نوع من الشيزوفرانيا انت ليه بتتبعني لو انت مش بتحبني لو شايف ان انت دم يتقيل لو شايف ان انا مش محايد لو لو بتتبعني دي طالما انا بقول كلام مالوش اي منطق بالنسبة لك لكن في النهاية لازم يكون في احترام حتى لو اختلفنا مع بعض انا فاتح الصفحة ممكن بكل سهولة اقفل التعليقات واقول اللي انا عايزه اللي انا عايزه وممكن اشتغل على انستجرام او اشتغل على اه تويتر وخلص بقول لنا عايزه ومفيش تعليق على كلامي واقول اللي انا عايزه وبالتالي يعني القصة مش كده جماعة القصة انا فاتح الصفحة صفحة شخصية لكل الناس عشان نتواصل مع بعض ويكون في ود واحترامه وفاتح صفحة لكل الانتماءات يعني كل وعد يقول رأيه لو انا عندي يعني خايف من حاجة او انا قلقان من حاجة اقول واجري لا ما انا اقول وساعات برده وساعات الناس بتزعل رضع فكرة فيه ناس كمان بتكلمي عن المسنجر وبتتجاوز في الكلام ورغم كده ما بعملهمش بلوكة على طول بتكلم معاهم وفي الاخر بيعتذروا لي او بيشوفوا وجهة نظري فاعتمنى جماعة دايما ما بيبقاش القصة هي الهجوم بلا معنى او واحد يقول كلمة فنمشي بمنطق القطيع ايه دا خالد قال كلمة طب يا كزا ويا كزا طب روح شوف المحتوى روح خالد قال ايه وجهت نظره قالت ايه هو كان بيكلم في السياق ايه هو دا المنطق والعقل اللي احنا المفروض نشتغل عليه الفترة ايه اللي جاية اه بشكركم وبتمنى لكم دايما التوفيق واما يمكن انا الفترة اللي الفاتت كده كنت تعبان شوية وانا عندي درس رهيب والشوارم شوية وباخد علاج رهيب وفضيع علاج جامد جدا اه فما يكونش دايما بطلع معاكم يعني واعتذرت عن اللايف اللي فات اه انا بقى كدلكم كمان للزمالكوية يا جماعة ان في صفقة راس حربة محترمة جدا اه انتهت بنسبة كبيرة جدا سيتم الاعلان عنها قريبا جدا في الوقت المحدد اللي هيحدده المسؤولين عن الكرة في نتزة مالك والمشرف العام مرتضى امير مرتضى منصور ورئيس نتزة مالك المرتضى منصور كابتل اسم عيد يوسف الناس المسؤولة عن الصفقات دي ان شاء الله ربنا وفقهم ان هما يجيبوا صفقة محترمة اه والاسماء اللي انا عرفتها ثلاثة اسماء المرشحين ان هما يجوا صفقات محترمة جدا ويكونوا اضافة قوية جدا جدا لناس زمالك مركز الرأس حربة اما الباكليفت فلا يوجد امام ناتزة مالك حتى الآن غير سايد سالم وانا قناعاتي لو انت عايز تجيب باكليفت كويس جيب لاعب الجونة باكليفت الجونة الكاميروني هيكون اضافة قوية جدا 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 ولو جبت رأس حربة يكون مكان كسونجو في وجود عمر السعيد وعودة مصطفى محمد ان شاء الله للفريق بعد نهاية الموسم لعيب مبشر بالخير شكركم الى اللقاء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة